مرحبا بكم أهلا وسهلا أحبائي متتبعي قناة أبخان افك ميغا كيف حالكم على خير؟ أملوا ذلك أملوا أن تكونوا جميعا بخير سعيدة بتواصلي معكم مرة أخرى أحبائي اليوم درسنا حول الحوار التواصل درس جديد سوف يخص التواصل مستعدين كما العادة على بركة الله مرحبا مرة أخرى أهلا وسهلا كيف تشوف أعزائي عنوان الدرس conseiller conseiller هي عبارة خاصة بالنصح تنصح شخصا ما دي conseiller عكس conseiller تنهى وتحذر من فعل ما إذن هنا conseiller هي تقديم نصيحة conseiller دي conseiller هي فحددتها نصيحة لكن بعدم القيام بعمل ما عادي نشوفو عادي تفهمو عزائي مرحبا منطف احادي تفهمو عزائي منطف احادي تفهمو عزائي تحذر من فعل ما احادي تكديم احادي تفهمو عزائي منطف الإبن ديالك أو صديق ديالك وكتقول لك أن نصحك بالنظر إلى يمين واليسار قبل قبل يعني أن تقطع الطريق. جتكونسي د جتكونسي د يا أنصحوك جتكونسي د فار كدا وكدا يعني من بعد منها يجي أنفر في طفال يزالك ليس لدي اتकى ليس لديدي ون przygotبر أفضل 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 لدي dried وشوي وأفضل لكسا حيつ يزال بصد حيつ مرحيفة أفضل ندوزو المثال آخر أحبائي تُّ دَوْفْرَي أو بيان تُّ دَوْفْرِيَي تُّ دَوْفْرَي كَانَ عَلَيْكَ أو كَانَ عَلَيْكُم كَانَ عَلَيْكُم يعني كان خاصك تقوم بهذا العمل عيواض ما قمتي بهذا العمل هذا نعطيه المثال أعزائي تُّ دَوْفْرَيْ أَتْرْ صَاج يعني الأستاذة مثلا أو الأم تخاطب ابنها اللي مثلا تعرض إلى عقوبة من أبيه أو عقوبة من أستاذته فتقول له تُّ دَوْفْرِي اتْرْ صَاج كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ مهَدِئًا يعني صامتا كي كان قوله بالدارجة المغربية بعقلك تكون بعقلك تكون مهدن إلى أخيره نشوفو لما كان خاطبو مجموعا من إتنين أو ثلاثة أو فقط نقول تُّ دَوْفْرِي أَنْ تَكُونَ مَلَاةً أَنْ تَكُونَ مَلَاةً أَنْ تَكَوْمَاً أَنْ تَكَوْمَاً أَنْ تَكُونَ أن تُمَارِسُوا الْرِيَادَةِ يعني حتى لا تصلوا إلى هذه الحالة من المرض إذن أحبائي قولنا je te conseille de plus infinitif tu devrais ou bien vous devriez vous devriez faire vous devriez suivre d'un verbe à l'infinitif aussi il vaut mieux هذه إبارة أخرى il vaut mieux من الأحسن il vaut mieux هي تخطب الشخص il vaut mieux faire tell ou tell chose صديقة تحتار بين l'اختيار بين هذا اللون أو هذا اللون لون سيروال أو جين مثلا لون فستان فأنت تنصحينها أو أنت تنصحو صديقك و تقول له il vaut mieux choisir cette couleur il vaut mieux choisir ce tricot il vaut mieux choisir ce jouet il vaut mieux يعني من الأحسن أنا أنا كنشوف أن هذا تختار أحسن من الأخر il vaut mieux من الأحسن عبارة أخرى سي إذا كنت تتعلم في هذه الحالة وفي هذه الحالات كلهم خاصة بالنصح تقديم النصح سي جيته على تقلس لو كنت تمكنك سي جيته على تقلس جو بغلره أفك من بوص لو كنت تمكنك لتحددت إلى مديري من بوص من شف جو بغلره جو بغلره أفك من شف لأمتلكترا أحببا لا يمكن أن نحصرها في مثال أو في جوج نظرا لضيق الوقت إذن أهم شيء هما تتذكروا لي هذه العبارات الخاصة بالكونسيي تقديم النصح نجيو للمرحلة الثانية الخاصة بالتنبيه والتحذير والتحذير والتنبيه إذن لنرى نسميها أحبائي دي كونسييي هنا كونسييي وإلا لاحظتوا وإلا كانت واضحة عندكم الرؤية استعملت اللون الأخضر لإعطاء يعني كتسمح له السماح بفعل ذلك الشيء تسمح بعكس ما سأأتي به الآن الأمثلة اللي غادي نقدمه العبارة اللي غا نقدم الآن استعملت فيها اللون الأحمر الليistem أحظيرا مين فعل ذلك إذن لنوتمين pour د скنسيييييييييييييييييي أو نحذير On dit Je vous déconseille de Je vous déconseille de conduire très vite, rapidement يعني Je vous déconseille يعني Je vous déconseille de conduire rapidement très rapide avec une vitesse rapide je vous déconseille de en général on met à la fin ou bien après cette expression on met l'infinitif on utilise l'infinitif un verbe à l'infinitif ce n'est pas la peine d'eux ce n'est pas la peine d'eux ce n'est pas la peine d'aller aujourd'hui maman ce n'est pas la peine de rendre visite à ma tante aujourd'hui l'aider il n'aura la tana alliant ce n'est pas la peine de l'innovation à l'est manier mine elle maman et ce n'est pas la peine de faire cet exercice matalan katalqa chitmrin jid mouakad fao l'ostada tansahuk watakouloulak ce n'est pas la peine de faire cet exercice tant saho et tel ami watakouloulak ce n'est pas la peine de faire cet exercice peut-être il est délicat mouakad et dan tansahuk anta btaïda alih ce n'est pas la peine de la daïe li عبارة اخرى اعزائي evite de evite يعني tahasha fihal thalik tahasha يعني حاول ما أمكن اللا تفعل وهي كذلك سدخلو في التنبيه والتحذير والنصح بعدم فعل ذلك évitez de prendre ما حلي أنا انسحو أبناي évitez de prendre des boissons gazeuses كنسحون بعدم اخت المشروبات الغازية évitez de prendre les boissons gazeuses parce que ce n'est pas bien pour la santé c'est nuisible pour la santé مضر للصحة المشروبات الغازية وهذا مثل أعطيه لكم جميعا لأن هذه المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة من السكر إضافة إلى ما يضيفونه ليصبح المشروب جد لدي فنصحة إضافة أحبالي من السكر لدي فنصحة إضافة إضافة أحبالي من السكر في جل من المشروبات الغازية إذن تنصح أخاك أو صديقك بعدم أخذ حلويات من الشارع من الأماكن يعني مثل لا دعي لذكر أسماء حتى لا أقوم بإشهار مركة ما إذن ليناود إذن 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 هاول أن تبتهد عن إذن في أ離دي التي تفيدت عليك أيها يذكر أ Leon و증حة ليه دكن يا جديق نعطيكم انتلاق ريبة من الوسط ديالكم اخر عبارة اعزائي vous n'avez pas d'intérêt a ليس لديكم مصلحة في هذا العمل مثلا ليس لديك المصلحة في جراء هذا المنتوج قضي يضرك او ربما مرشوش vous n'avez pas d'intérêt a acheter ce produit il est inefficace يعني غير صالح غير موفيد vous n'avez pas d'intérêt a voyager a ce pays parce que il n'y a pas de il n'y a pas de je ne sais pas quoi vous n'avez pas d'intérêt a voyager a ce pays peut-être qu'il n'y a pas de sécurité peut-être qu'il n'y a pas de sûreté nationale peut-être qu'il y a de la guerre vous n'avez pas d'intérêt a voyager a ce pays vous n'avez pas d'intérêt a prendre ce shampoing il ne va pas être utile vous n'avez pas d'intérêt vous n'avez pas d'intérêt vous n'avez pas d'intérêt vous n'avez pas d'intérêt vous n'avez pas de الافلاق اشهاري لبعض المسلسلات. يللحت اعزائي من كثرة الاتكرار من كثرة الاتكرار الوصلة والاشهار يدخل رغما عنك الى دماغك وتصبح تحفظه. لماذا؟ لانه من كثرة الاتكرار. لذلك انصحكم احبائي ابنائي اعزائي اصدقائي انصحكم بتكرار اي تمرين او اي درس عليكم بالاتكرار. فلالتكرار ترصخ المعلومات في ذهنك الجميل. اذا الى ذلك الحين ما تنسوش جزاكم الله البغتاج لايك الاشتراك اذا كنتم ترون ان الفيديو يستحق ذلك. فالى اللقاء في حصة اخرى.